المركز السعودية لا تقبل أي ضغط في تدخل في شأنها الداخلي أساساً ميثاق الأمم المتحدة يرص صراحة على سيادة الدول واستقلاليتها التامة وإشكالية العالم التي صنعت الحرب العمير الأولى والثانية هي بكل اقتصاد تدخل في شؤون الدول وأتى هذا الميثاق لعلاج أزمة طويلة من عصور الاستعمار إلى الحرب العمير الأولى إلى الحرب العمير الثانية حلت بميثاق الأمم المتحدة وأحد أهم ركائزة هي سيادة الدول وعدم تدخل في شؤونها الداخلية فلما تقوم دولة بتدخل في شؤون داخلية لدولة أخرى معناتها طعنت في الميثاق اللي حفظ سلم العالم وأمنه واستقراره بعد حرب العمير الثانية واللي جعله يزدهر في الخمسين ستين سنة الماضية بالشكل اللي نعيش فيه اليوم بسبب هذا الميثاق فهذا أمر غير مقبول أن هذا الميثاق يهز لأن هذا هو الدافع الرئيسي لكل شيء ننعم فيه اليوم في العالم ولا نقبل هذا الطرح بأي شكل أو آخر لكن نحن نتعامل على تعزيز مصالحنا ونتفادى أي نقاط اختلاف